المتابعة النادي الأهلي في كل مكان عقب لقاء الأهلي والإعلامين وفوز النادي الأهلي بسلس أشوات نظيفة يمكن عايزين بقى نسلطوا الضوء على عدد من اللاعبين النهاردة اللي كانوا موجودين في المباراة وتم الدفع بيه من قبل كابتن محمد مصالحة وأعتقد أدوا أداء لكلنا بتعودين منه عن لعيب النادي الأهلي معايا زياد أسامة يعني النجم فريد 10 سنة والنهاردة بتلعب مع الفريد أول أعتقد ما حسناش بفرق أداء أكثر من رائع بنهنيكو عليه نهاردة أهلا وسلم محمدتك الأول كابتن عيسن في الستوديو الحمد لله طبعا نهاردة على الفوز كان ماتش مهم اللي هنكسبه في الدوري ونكمل مشورنا إن شاء الله لحد الآخر كابتن ميدو بدأ بيه الماتش كله من الأول وآخره فأنا يعني الحمد لله كنت وفيق من ربنا وقدرت أثبت لنا نقدم مسؤولية وإن شاء الله اللي جاي إن شاء الله يكون أحسن منه كابتن محمد بقى قبل بداية المباراة الكلام اللي اتكلم معاك فيه إيه أهم النصائح والتعليمات للدارة اللعب من غير خوف عشان تقدر طلع كل اللي عندك ده اللي كانت النصيحة اللي الدهاني بل مماتش بس الحمد لله قدرت أعمل كل حاجة الدهاني وتشجيعي لعبك وطبعا كابتن عبدالله من بره طبعا إلعب ما تخافش عادي فهو ده اللي بيخليك متحمس اللي أنت تكمل اللعب وتلعب كل ما عندك شايف أنكم محظوظين أنكم تلعبوا مع جيل من اللعبين أحمد صلاح عبدالله عبدالسلام أحمد سعيد الجيل ده شايف أنكم محظوظين أنكم لعبتوا فصول طبعا نه احنا نحظز اللجاء البين اللي احنا عشان بلعب مع كابتن عبدالله وكابتن سعيد وكابتن أحمد صلاح كابتن عبدالعيال احنا يعني محظوظين جدا اللي احنا شاركنا في الفترة بتاعتهم دي شكرا بالتوفير في اللجاء دايما وزعت كابتن هيزم مكملين معنا ومنضمننا برضو واحد من العناصر الشابة المتميزة حمزة حمض الصافي يعني حمزة ألف وبروك الفوز والأداء النهاردة أعتقد يعني دايما عنده حصن جمهوري النادي الأهل وانت واحد من العابة اللي كانت في 16 سنة والنهاردة أداء يعني بسم الله ما شاء الله نتمنى إن شاء الله توفي لكم في اللي جاي وتستمروا على ناس الأزاء ربنا نخليك والله أنا مبسوط أوي إن أنا باتمر مع الفرقة دي ويعني حاجة كويسة جدا وان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي ونقدر نكسب كل المشاط أهم بقى التعليمية النصايح من كابتن محمد واللعابين الكبار معك في الفريق طبعا كلهم يعني بيخلونا نلعب بارتاحية خالص ما فيش ضغوطات علينا بنلعب يعني إن إحنا ما نغلطش براحتنا خالص وكلهم بيحمسونا بما فيهم اللعبة اللي برة وكلهم يعني كلهم عادي خالص بنلعب براحتنا وكل حاجة أعتقد بقى يعني بجانب جهاز الفن وكابتن محمد هنا في الملعب في دروس خصية بقى في البيت من كابتن حمدي يعني يقوله بقى يعني كابتن حمدي الصافي واحد من أساطير القرى الطائرة في مصر وفي الناد الأهلي بيقولك إيه وداما بتكلم معك فيها طبعا بيكلمني كتير في المشاط والحاجات اللي أنا ساعات بغلط فيها بيكلمني فيها وإزاي صححها وكمان أخويا يوسف الصافي بكلمه كتير وهم الاتنين بيساعدوني يعني الغلطات اللي أنا بعملها في المطشاط وفي التمارين وكده ولما بحب أسألهم على أي حاجة بيساعدوني طبعا ما بيأخروش يعني أشكرك ومن ثمانيك دوام التوفيق وإن شاء الله تكون نجم قادم في النجوم النادي الأهلي في كرة الطائرة ربنا أخليكم شكرا كابتن هايسا مدك اللقاء أنا مع زياد أسامة وحمزة الصافي أعتقد النهاردة بنبرك لكل جمالي النادي الأهلي على ثلاث نقاط جديدة في مشوار المسابة وكمان على جيل جديد إن شاء الله قادر أنه يكمل مسيرة وعطاء الأجيال اللي سبقهم كلهم في الكرة الطائرة ومن زي ما بنقول دايما يعني كل الجمالي النادي الأهلي ما تخافوش على الكرة الطائرة في النادي الأهلي لا فيه أجيال بسم النوى إن شاء الله وللعب كتير جاية من تحت إن شاء الله هتكمل مسيرة كل اللاعبين والقبار سواء اللي اختتموا بمشوارهم ومع حركة موجودين دلوقتي في الستوديو أو كمان النجوم الفريق اللي موجودين حاليا دي يعني أجواء ولقاءات ما بعد المباراة وإن شاء الله مستمرين في تغطيتنا ومبارات الأهل والعامين كابتن هايسا من الكلمة اللي كتفضل محمد توفيق زمانة من الأرض الملعب شكرا جزيلا ونقول لك كمان كل سنة طيب عشان عدميلادك يعني بتبقى يعني احنا في كنات النادي الأهل ما عندناش أي حاجة بتعطننا عن الشغل كل سنة طيب زميل العزيز محمد توفيق